موسيقى قدم وزير الهجرة الهولندي مارك هاريزر استقالته بعد احتجاجات برلمانية بسبب احتمال التلاعب ببيانات الجرائم المسجلة يلي ارتكبوها اللاجئين بهولندا وقال الوزير انه بيتحمل المسئولية كاملة عن عدم تقديم المعلومات الصحيحة واضاف بانه الامر كان غير مقصود الاستقالة تعتبر ضرب قاسية للحكومة قبل الانتخابات الاوروبية يلي صعبت من مهمة مواجهة الشعبويين المعارضين للهجرة للاتحاد الاوروبي واللي بيتأملوا انه يحقوا فوز كبير بالانتخابات الاوروبية حصلت المهندسة السورية اللين صائب على جائزة المرأة الاوروبية بالعمارة والهندسة لعام 2019 عن فئة التنمية الاقتصادية ونالت الشاب بسورية جائزة كأول سورية بتوصل للترشيح وبتحصل على اللقب بالمسابقة يلي بتصير كل سنة على مستوى اوروبا وتنافست المهندسة السورية خلال المسابقة مع 450 سيدة من مختلف الدول الاوروبية ووصلت تسع مرشحات بس للمرحلة النهائية لكل فئة وهلأ مشاهدين اللي نحكي اكتر عن اخبارنا بينضم لاننا عبر السكايب رامي اسماعيل صحفي سوري من هولندا اهلا وسهلا فيك رامي حياك الله تحياتي اليك والاستاذ المشاهدين اخي بداية الرامي استقالة وزير الهجرة الهولندي بعد تقارير انه فيه تلاعب بتقرير عن جرائم اللاجئين قد يبدو هذا الخبر ما كتير بيمس الناس برا لكن بهولندا اللاجئين بيمسهم شو بيعني هذا الحكي شو بيأثر عليهم والله يهلا للصراحة ما ممكن يمثلهم بشكل مباشر ولكن خلينا نحكي بشكل تفصيلي اكتر عن موضوع القضية عادة الاحزاب اليمينية والاحزاب الشعبوية المتطرفة بتحاول تستغل هيك فرص لحتى يعني تقدم مشاريع قوانين بحيث انه تمنع اللجوء او بالاحرى تحد من اللجوء وبالاضافة لفرض يعني نوع من الحواجز على اللاجئين اللي موجودين داخل هولندا الان ما حدث هو انه بعض الاحزاب اليمينية اللي لها مقاعد في البرلمان حاولت انه تكسب هيدا النقطة وتقول انه عم يصير تلاعب الان بموضوع اللاجئين او بجرائم اللي عم ارتكبها اللاجئين فبالتالي الحكومة عم تحاول انه تغض النظر عن موضوع الجرائم اللي عم ارتكبها اللاجئين الاحزاب اليمينية الان عم تحاول تلعب بملعب اخر اللي هو كيف ممكن نحن نستغل لهذه الفرصة بانه نطرح مشاريع قوانين تحد من اللاجئين فعليا بدأت الاحزاب اليمينية بصراحة تتناول هذا الخبر بوسائل اعلامها المتواجدة وللصراحة يعني ما تم يعني الامر مثل ما كان بدهم بمعنى انه بـ 23 مي تمت الانتخابات البرلمانية الموجودة للصراحة الحزب اليميني الشعبوي والحزاب اليميني المتطرفي لم تأخذ مقاعد بنسبة جيدة في البرلمان وبالتالي للصراحة الفرصة ضاعت عليهم لأنه الشعب الهولندي للصراحة يعني واعي جدا بالنسبة لهذا الموضوع باعتبار انه عانى من العنصرية مسبقا وبيعرف تماما كيف يتعامل مع اللاجئين طيب رامي المزاج الشعبي والمزاج العام الهولندي هل بتأثر نتيجة هاي الأحداث استقالة وزير هجرة بسبب فساد بسبب عدم شفافية وهل هذا الامر بينسحب فعلا على مؤسسات تانية قد تكون التعليم قد تكون الصحة قد تكون الطبابة يعني هل فعلا ما في شفافية بموضوع اللاجئين يعني يخضع ربما إخفاء معلومات حلا للحقيقة رؤية الحكومة الحالية اللي موجودة بزعمة مارك روتا هي مع يعني استضافة اللاجئين وضد الموضوع أو بالأحرى هي ضد الأحزاب اليمينية اللي بتعارض وجود اللاجئين فبالتالي ما ممكن نقول انه في تلاعب لصراحة الدولة الهولندية وبالأحرى القوانين الهولندية هي شفافة تماما ولكن فيما يتعلق بالملف القضائي تحديدا ننقش موضوع الملف القضائي عادة ما بتم الغوص أو بالأحرى ما بتم كشف الملفات القضائية للعامة إلا إذا كان في إذن من القاضي بكشف بعض القضايا المتعلقة وليكن بالقتل العمد أو بالأغتصاب أو ما شابه لذلك هو موضوع أرقام الآن اللي حدث موضوع الأرقام للصراحة ما يعني خلني نكون واضح بالموضوع موضوع الأرقام الحكمة ما بتتلعب به ولكن يعني ما حدث قلت أنه الحزب اليميني أراد أنه يستغل هذا التلاعب بأنه يمرق قوانين هو بلاقيها يعني تدعم رؤيته ضد موضوع اللاجئين طيب رامي آسف للمقاطعة الوزير عم يقول الخطأ غير مقصود يمين ممكن يكون مثلا أو شو الأسباب الممكن بتخلي نعم هذا التقرير تتخفى أجزاء منه قد يكون السلطة القضائية نفسها مثل ما قلت لك يعني بمعنى أنه القاضي عادة عندما بتم أي حكم قضائي ضد متهمة فعادة في تدابير قضائية ممكن يتخذها القاضي بالإضافة لإدامة المتهم فممكن أيضا يتخذ تدابير تاني واللي هي أنه يجعل الحكم بيقول له هون open power بمعنى أنه يجعله يعني مشهور أو بالأحرى ينشره على العوام فبالتالي في حال نشر القاضي على العوام فبالتالي ممكن يتم تداوله بالتحليلات والتقارير وإلى آخر أما إذا كان الحكم غير عام بين المتهم وبين السلطة القضائية فلا يمكن أنه ينتشر بوسائل الإعلام أو لا يمكن نشره في وسائل التواصل الاجتماعي أو ما شابه تمام؟ لذلك يعني هذه النقطة الأساسية اللي ممكن نحسبها أنه السلطة القضائية عادة هي اللي بتحدد هل هذا الجرم يمكن أنه ينتشر مثلا على العوام أو لا فهي هذه الفكرة الأساسية اللي ممكن يتم الحديث عنها خلينا نقول معنات ما في خوف على اللاجئين موجودين بهولندا قد يكون بعض مشاريع أو مشروع قرار أو مشروع قانون بيتقدم من قبل المعارضة لكن قد لا يلقى يعني أنه يصير مشروع أو يصير قانون لأنه ما عنده غالبية بالبرلمان وبالتالي ما في خوف عند اللاجئين بالضبط للصراحة بالفترة الماضية تم تداول مجموعة من الأخبار وخاصة بعد ما الحزب اليميني المتطرف للصراحة اكتسب بعض المقاعد الإضافية بالفترة الماضية ولكن لما طلع الحزب اليميني وطرح المشاريع بشكل صريح وواضح بنهجة عنصرية واضحة أيضا الهولنديين تراجعوا عن التصويت لأنهم بالتالي خسروا المقاعد الموجودة لأنهم في البرلمان الآن مجموع المقاعد اللي موجودة في البرلمان اليمين المتطرف هي مجموعة بكتلتين أساسيات اللي هي حزب الحرية بزعامة كيلدرز وأيضا بالنسبة للحزب الشعبوي بزعامة بودي هني مجموعا أربع مقاعد فبالتالي ما بيخدروا ياخدوا أي قرار حاليا بيتم اتخاذ قرار وليكن مشروع قرار وليس قرار بيتم اتخاذ مشروع قرار بيمرأ باتجاه الاتبيدة كامير الاتبيدة كامير هي البرلمان بترفع على الارست كامير ولكن غالبا ما بيتم الموافق عليه وبرجع لحتى يتم تعديله حقيقة الآن ما في خوف أبدا للصراحة لأن القوانين هي قوانين صارمة مع اللاجئين بالإضافة لنقطة أساسية مهمة اللي هي توفير بيئة آمنة للاجئين والقضية الثانية هي تعزيز السبول لاندماجهم بالمجتمع الهولندي طيب رامي بدأ نتقل لخبرنا الثاني معنا دقيقة تقريبا نعلق على الخبر يستعرض مابلو شوية لشاب بسوريا تحصل على جائزة أفضل نساء أوروبا في الهندسة طبعا السورية هي اللين صائب أخذ جائزة المرأة الأوروبية في العمارة والهندسة السوريين عموما يبدوا في أوروبا يعني عمي برزوا بمجالات يعني قد ما كانوا مشهورين فيها سابقا أو كانوا مشهورين فيها مجالات جديدة نفتحت لهم بأوروبا صحيح عموما لو سألنا حانا شو السبب اللي ممكن يكون هيك أولا الطبيعة طبيعة الشخص السوري طبيعة الشخص السوري للصراحة هي طبيعة ميانة باتجاه العلم ميانة باتجاه المعرفة فهذا شيء أساسي ولكن النقطة الأساسية ليه خلينا نطرح السؤال ليه الآن برزت هيدا الشخصيات برزت الآن هيدا الشخصيات لسبب بسيط ووحيد لما بتتوافر بيئة مشجعة للاجئ السوري الآن النقطة 2 بتوفر له وسائل اندماج جيدة وبتساعده على أنه ينطلق بذاته ويطور ذاته ويفيد نفسه ويفيد المجتمع اللي هو عايش به حقيقة أوروبا عم تلعب على هذا الوتر بحيث أنه تستخبر اللاجئ بتعالجه قدر المستطاع من الصدمة النفسية اللي كان فيها سابقا جراء الحرب أو ما شابه النقطة 2 بتساعده على أنه ينطلق بذاته من الوضع الحالي اللي هو فيه إلى مستوى أرقى وأفضل طبعا بإمكانه يتابع تعليمه لاحقا بإمكانه طبعا توفر له كل الوسائل المساعدة لحتى ينمي هذه المهارات وينمي إبداعاته وبالتالي يفيد نفسه ويفيد المجتمع اللي هو عايش به حقيقة أوروبا بشكل عام هولندا تحديدا أيضا يعني مميزة بهذا الموضوع خاصة فيما يتعلق بأمور تسلات الخاصة باللاجئين هو مبدأ إتاحة الفرصة لشخص ينطلق ويكون مرتاح خلينا نقول ملبي الحاجات الأساسية الصحفي رامي إسماعيل الصحفي السوري كنت معنا من هولندا عبر السكايب شكرا كتير لألك شكرا كتير يعطيك العافية حياك الله شكرا كتير شكرا إن شاء الله بس ينزل هذا التقرير بنبرسلك الرابط بإذن الله شكرا لألك شكرا مع السلام حياك الله